القضاء على رأس تنظيم داعش أبو بكر البغدادي والدور الكبير للعراق في العملية نتجت عنهما مواقف رسمية وسياسية عراقية تشيد بجهاز المخابرات الوطنية الذي لعب دورا بارزا في ملاحقة قادة التنظيم وتحديد أماكن وجودهم والقضاء عليهم فإشادة الحكومة ورئيس الجمهورية فضلا عن الأطراف الفاعلين تترجم مدى فعالية العراق في الحرب على الإرهاب العراق لديه معلومات استخبارية ليس بالأمر الجديد غرفة المعلومات الرباعية ما بين العراق وروسيا وإيران وسوريا كانت تقدم معلومات حتى في فترة محاربة داعش والأمريكان لم يأخذوا بهذه المعلومات ولم يستثمروها في أغلب الأحيان كانوا لا يقصفون الدواعش بحجة وجود ربما مدنيين في هذا المكان إعلان أمريكا بأن العراق قدم معلومات استخبارية هو محاولة لتبرير وجودهم في العراق في الميدان لم تتغير الخطط العسكرية والاستخباراتية لملاحقة فلول التنظيم على الرغم من القضاء على الخط الأول من قياداته ولسيما أن بعض الخلايا تعمل بشكل منفرد وتحاول بين الحين والآخر تفعيل نشاطاتها يجي أي شخص والبغدادي قتل وإن جاء شخص بعده فهو أعتقد سيناريو يجب أن يعاد مثلما ذهبنا باتجاه مقتل البغدادي وقبلها كان شهد العراق وفي باكستان أيضا بن لادن وغيرها من الشخصيات التي ربما تكون سيناريو معاد سلفا الحديث عن انتهاء المشاريع المتطرفة في المنطقة قد يكون سابقا لأوانه وفق المراقبين لأن داعش يمثل إحدى حلقات الحرب بالنيابة في المنطقة جدارة العراقين في الميدان على المستوى العسكري ثبتت أركان الانتصار وأنهت سيطرة داعش على الأرض فيما بقي للجهد الاستخباري الدور الأبرز في صد الأخطار وتفكيكها قبل حدوثها فضلا عن ملاحقة رموز التنظيمات المتطرفة والقضاء عليها محمد الفهد بغداد الميادين ترجمة نانسي قنقر